لا تنفك حكومة ميليشيا أسد عن ابتكار أساليب جديدة للغش والخداع في كافة المجالات والقطاعات فحصول عمليات غش وتمييز ومحسوبيات أثناء الامتحانات بات أمرا اعتياديا وليس غريبا على الإطلاق في مناطق أسد لكن أن يصل الأمر لتخصيص قاعات معينة للمدعومين وأبناء وأقارب المسؤولين والضباط في ميليشيا أسد في المراكز الامتحانية المخصصة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية فهذه سابقة تحسب لأسد الأسلوب الجديد خلال الامتحانات في مناطق سيطرة ميليشيا أسد كشفت عنه شهادات لموقع أوريانت حيث أشار أحد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعها العلمي في ثانوية قاسم أمين بحلب إلى أن الغش والمحسوبيات باتت على العلن فبعد أن كان أبناء المسؤولين يتلقون مساعدة المراقبين ضمن قاعاتهم أصبح غالبيتهم يجتمعون في قاعة واحدة وهو ما اعتبره بالأمر الصادم للجميع مشددا على أن غالبية من وصلوا مع مرافقة وسيارات تبين أنهم في قاعة مخصصة لهم كاشفا عن وجود طلاب من أبناء قادة ميليشيا قسد بينهم خوف ومحابات من المراقبين وتطبيق للقانون على الطلاب العاديين ومن ليس لهم ظهر يحميهم أمور كشف عنها طالب آخر مؤكدا ضبط مراقب في قاعة الامتحان ما تسمى راشيتة مع أحد الطلاب وسحبها منه بلطف ودون أي إجراء بحقه لكونه مدعوما من شبيحة أسد مقابل طرد آخر لمحاولته الغشة عبر الاطلاع على ورقة أحد زملائه مضحا أن الشبيحة يمارسون ما وصفها بحركاتهم الاستعراضية أمام المدرسة قبيل الامتحان وينتظرون خروج المحسوب عليهم بكامل سلاحهم على باب المركز لحين خروجه وهو ما يظهر حجم الفوضى وغياب سلطة القانون عن مناطق أسد ومراكزه الامتحانية التي باتت مرتعا للفساد والفاسد